البرلمانيون القبرصيون في سباق مع الزمن لإيجاد خطة بديلة عن خطة الاتحاد الأوروبي لإنقاذ البلاد من الإفلاسة يصوت البرلمان اليوم على مشاريع قوانين يتم بموجبها إنشاء صندوق للتضامن الوطني ومشروع قانون يتعلق بفرض قيود على حركة الرساميل لمنع حصول عمليات سحب لكميات كبيرة من الأموال عندما تعاود المصارف فتح أبوابها الثلاثة المقبلة ومن بين الإجراءات الأخرى في الخطة الجديدة هي المطالبة ببعض أشكال المساعدة من روسيا وتطبيق ضريبة صغيرة على الودائع المصرفية واستخدام أموال المعاشات وكذلك بيع أصولاً للكنيسة الأورتوديكسية القبرصية لكن وزير المالي القبرصي ميخايل ساريس الموجود في موسكو استبعد إمكانية التوصل لاتفاق في أن تقدم روسيا قرداً للبلاد قائلاً إن المساعدة ستأتي في شكل من أشكال الاستثمار من جهة أخرى اشتاحت موجة من الغضب الشريع القبرصي الذي تظاهر للتنديد في الوضع الذي تعيش على وقعه البلاد وإمكانية إفلاس الدولة في أي لحظة